طبعا الصدرات الزراعية التنافسية الصدرات الزراعية عايزين شرح فيها اه وده بقى نقطة مهمة جدا في ظل من محدودية الاراضي ومحدودية الميا الا ان الدولة بتفكر بطريقة تانية يا الله تمانا ما استغلي الميزة التنافسية لمصر وانتج محاصيل خضر وفاكهة تقضي الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت اصدر منها زي ما حدرتك ما تشوفتي في الوحة الابل كده انا في تسايفة اللي قبلها كان فيها الموالح الموالح اكبر دولة بتصدر موالح ونجحت في الموالح بشكل كبير تبص على الاركام كده اركام طبعا من 4 مليون طن في 2014 وصلنا الستة ونصف والسنة دي عدنا 7 مليون طن 7 مليون طن بتصدروا المين بتصدروا ال160 دولة باكتر من 405 منتج يعني الاركام اللي هنا بتكلم فيها تعتبر قفزة يا فندم من سنين بسيطة ما كانش حد يصدق ابدا ان ممكن نوصل لهذه الاركام هل الدولة وصلت الاركام دي مجانا ولا وزلت بجهد وشغل وعرق وسياسة ومتابعة يومية كفاءة استخدام المايا وده شيء مهمة اوي طبعا التنقيت والرش اللي هي تحديث منظومة الرش وعاوزين نفهم المواطن البسيط اللي بسمعني مش المزارع المواطن البسيط ان الموضوع كفاءة استخدام المايا مش مجرد ريا حديث لا في ممارسات زراعية من خلالها ممكن اوفر ميا بمعنى ان الفدان اللي بياخد 3000 متر مكعف في السنة ممكن ياخد 2000 وشوية ويدلع لنفس الانتاجية ويحافظ على المايا الموجودة من خلال الممارسات الزراعية اللي فعليا وزارة الزراع بتؤكد على التوسع فيها قدر الامكان النقطة دي مهمة جدا الزراعة التعقدية لم يعود المزارع اعلان السعر قبل الزراعة ده ما كانش بيحصل في تاريخ مصر من ايام القطن من ايام 50-60 سنة دلوقتي اصبح اعلان سعر الاسترشاد بالمناسبة يعني قابل الزيادة اثناء الموسم ووقت الحصاد بحيث يكون مساوي لسعر السوق الزراعة التعقدية ان الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع وبالتالي بتأمنه بتديله امان وبالتالي المزارع يشتغل كويس جدا عشان ياخد ويتوسع في زراعة تنزيل المحاصيل وزي ما حرك ما قلت في المقدمة لتقليل فطورة الاستراد عشان ما يعملش عبق كبير على العملة الصعبة الموجودة في البلد التحول الرقمي هي الزراعة مش مجال مهم طبعا ليها نصيب انها تكون زراعة حديثة تعتمد على التحول الرقمي دلوقتي تسعين في المية من المزارعين مصر معه التليفون المحمول اللي هو التليفون السمارت ده وفيه توصيات وفيه كل شيء دلوقتي فيها عندنا كارت الفلاح متخزن عليه كل بيانات المزارع الخيازة هو كارت الفلاحة هو بالضبط يستلم الاسمدة بتاعته ياخد خدماته كلها يعني هو بالكارت بياخد كل الخدمات والاسمدة والفلاحة الدولة بيتعاملوا على انه مواطن زو شأن في هذا البلد طبعا فلازم يعامل من خلال كل الإجراءات والأنشطة اللي بتقوم بها وزارة الزراعة